اليوم غادي نقدمو لكم كيتول فقاس باللوز اولا سخن الفران على 180 سلسيس المقادير كالتالي 1 cup of coconut flour 226 gram diel coconut 2 cups of almond flour 453 diel طقيق اللوز 1.5 teaspoon كزام ثام نصف معلقة ديال كزام ثام رشة ملح 1 inch of salt 1.5 cup of swerve 113 gram diel swerve 1.5 cup roasted almond 113 gram diel looز يكون مقلي جوشة البيضاء 2 eggs 2 ounces of powder 60 gram diel zbda مع القة bacon powder ومع القة vanilla 1 teaspoon vanilla and 1 teaspoon bacon powder 1 ounce chopped raspberry 20 gram diel raspberry مقطة صغيرة 20 gram diel swerve يلا بسم الله نبدو بزفدن دوبوها وملت the powder first زيدو عليها الفانيلا وضع بعض الفانيلا this is all wet ingredients ومن بعد نزيدو عليها جوشة البيضاء we add 2 eggs and we whisk everything together خلطو الخليط ديالنا اللي هو كل سائل خلطو مزيان حتي تخلط لنا البيض مزيان بعض الزبدة زيدو نقون خلطو مزيان غير بش كل من مكوينة ديالنا يكونو خلطين for dry ingredients we gonna add almond flour احنا غد نديرو دبا في في زلافة خورا غد نديرو دقيق ديال لوز زيدو علي دقيق ديال coconut coconut flour pinch of salt نزيدو مليحة شوية بش تعطينا الضوقة زوية وانو ما يكونش مسوس bacon powder الخميرة ديال الحلوة swerve ها التحليا ردي مثلا نبغي نعرف اسميتها ما عرفتها swerve والله ما عرفت اسميتها xantham وهادك xantham تاوه ما عرفت وش اسميته بصراحة نخلطو الخليط ديالنا xantham ما عرفتها نحن نضيف الضوقة نضيف الضوقة ونضيف جميعا تبا غادي ناخدو الخالط تيانا اللي هو كنسائل ديال البيض والزبدال ونزيدو علي الدقيق ديالنا ونخلطوه كما كنديرو عددنا في البلد خلطوه لما خدمتش لنا المعلقة عري علي الدك وخلط بيد ديك وي اد the raspberry and the almond غادي نزيدو ادك توت الحمار ونزيدو اللوس ونعجنو العجينة ديالنا نخلطوها أنا مبردش للقلبة المعلقة بصراحة سو غادي نستعمل الدي وي اد one tablespoon of water if it's dry if it's not it's okay you don't need to غادي نزيدو معلقة المغير لأن شوية العجينة ناشفة إلا ما كانش ناشفة بلاش so we're gonna cut the dough in half and we try to square it usually you do any shape you like seriously but غادي نزيدو ومن بعد غادي نعرفين احنا الفقاس كي كنديرو لي في المغرب سو هادي تحاولو تقادو كما بغيتو الشكل اللي يناسبكم وماشي ضروري يكون مرباعو لا مقاد هادي مبقى ونجمعو فيها بك لأنو تيكون شوية مشتت هذك شي علاش خستك تبقى تجمع فيه مزيان حتى نضغط 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 الفران ضروري يخصكم تخليوها تبرد ضروري قبل لا تديرو اي حاجة ومن الاحسن تحطوها في الفريزر لمدة ثلاثة تسوية كواك عادة تقطعوها قلت هذا هو فقط كي سوية كي سوية بسكوت جزا ومشى بسكوت حتى موضوع ومشى بشكل جيد حتى تقطعوها يجب أن تقلعه إذا أملك تكون مفروزة وحاجة شوية تكون سهلة فتقطع Just for your info, in Italian language, bis and kutu means bake twice Because we cook biskuti twice غير هادي غير إفادة أن باللغة الإطالية هاد الكلمة البسكوتي كتعني بأنك تطيب وجوج كل مرات هاد أول معنى دي البسكوتي لكن احنا كنقولولو الفقاس سوى على اول مرة أخرى، مع 10س و 30س طيبو المرة الثانية 20 دقيقة بسح هو الرحة هاد المقصد ومع كاستيتاي روعة روعة الحمد لله بونا بيتي